تسلمت اللجنة الوزارية المكلفة باستلام محطات الوزن الثابثة في المحافظات المحررة الميزان الثابث الواقع على طريق عقان بالمسيمير بمحافظة لحجة وتم النزول الميدان من قبل اللجنة المكلفة برئاسة المهندس نبيل مكي مدير عام فروع الصندوق الذي أشار إلى أن جهود استلام الميزين المحورية الثابثة من كافة المواقع المحددة في المحافظات المحررة التي وجه فيها اللواعي دروس الزبيدي الصندوق بإدارتها لا تزال مستمرة وبدوره أكد المهندس محمد حسان مدير عام محطات الوزن المحوري على أهمية تواصل الجهود التي تؤكد على ضرورة استمرار التحرك في تسلم باقي الميزين في باقي الطرق ضمن إطار المحافظات المحررة ترجمة نانسي قنقر